هل هناك من نصائح معينة نقدر رديها للأسرة المصرية لأولادنا إنهم يعني يتعاملوا بشكل منطقي وبذات أولادنا يعني طبعا يعني الأسرة في النهاية هي المظلة الكبيرة بدون أي ضغوطات إنهم يتقبلوا النتيجة ويتعاملوا بناء على معطيات أفضل مهم إن الأهالي يدركوا إن ده يوم ما بيتكررش في حياة الطالب أو في حياة ابنهم وإن الزاكرة اللي بتبقى في يوم ده هيفضل يفتكرها سنين كتير وفي ناس بتبقى في الأربعينات وفاكر يوم من نتيجة بابا قال لي كذا ويفضل فاكر الجملة اللي اتقالت خصوصا لو كان كلام سلبي وإنت أحبطني وإنت ضيعت توقعاتي وإنت قسرت أملي وإنت ويبقى الأب باني أحلام كبيرة وتنهدم مع النتيجة دي فمهم نبقى عارفين إن زي ما أنت عندك توقعات وأمال هو كمان عنده توقعات وأمال وإن هو منتظر نتيجة زيك برضو فإحنا مهم إن إحنا يعني زي ما بنقول كده نحتضم بعض ويبقى عندنا مرونة بقى في التقبل شوي يعني النتيجة لو جات وحشة أو جات أقل من توقعاتك ولكن إحنا نبقى مارينين في أفكارنا فإحنا إيه الاختيارات اللي ممكن تدخلنا مكان مناسب وإيه كليات المتاحة إن إحنا ندخلها ويبقى عندنا فكرة المرونة هنا في إننا ما بقاش راسم خط محدد وواضح لحياتي وأي حيادية أو تحيض عن الخط ده يوترني ويلغبطني ويبقى الأمور كلها تشلت أنا لازم أبقى في السكة دي بالضبط ولكن الحياة نفسها بتدي اختيارات كتير متعددة طول الوقت لازم نبقى عارفين إن إحنا ما هيش خطة تقف علي أنا الوحدي ولازم أنا حطها وتبقى متأفلة من كل الجوانب وتتنفس بحدافرها زي ما أنا حاطتها ولكن في تدخلات إليهية وفي أقدار إحنا ما نعرفش عنها حاجة وفي حاجات في المستقبل إحنا مشوفناهاش لسه فنبقى مرنين شوية في أن الخطة تتغير طول الوقت وتتغير بالأحسن دايما لأن إحنا فيه أبشانات كتير في الدنيا والدنيا تغيرت الحقيقة عن زمان فالأهالي فكرة أننا هاخد الشهادة وهشتغل بالشهادة وهبقى ما فيش دراسة برا مصر وهم الجامعات اللي في مصر حتى مصر بقت مليانة جامعات كتير الدراسة والمنح مفتوحة طول الوقت العالم كله بقى بيتوصل طول الوقت ويقدر يتحرك في أي حتة الكورسات موجودة طول الوقت من أول ما يخلص سنوية أنه يتعلم كورسات يقدر يشتغل بها حتى بعد كده فدي النقطة الأساسية أن احنا نبقى منفتحين على العالم وعلى التغيرات اللي حصلة ما نبقاش مربوطين بالمجموعة